ليه أصلاً إبليس بيحاربنا؟ يعني إبليس اللي تذكر في قفة الستة وحارتك تكلمت عنها هل كل مملكة إبليس دي من ولاة وصلاطين وأجناد شر روحية كل مهمتهم بس إن هم يوقعوا الإنسان في شوية خطايا وشهوات؟ ولا في بعض وفكرة أخطر وأخبث من كده للشيطان؟ إبليس مش سازج ولا أغب إنه مجرد كل حروب ونظنها إنه كل المملكة دي تروح لواحد علشان يتوقعوا في خطيئة ولا شهوة ولا فكر دي يبقى غابي أوي كل المملكة دي وأنا أبقى أغبى منه لو صدقت الفكرة دي فكرة إبليس إنه دايماً عنده هدف قصير وهدف بعيد الهدف القصير هو الإلهاء اللي ممكن إيش اللي قاله بالإنسان وأنا بلعب لعبة كبيرة حرب إبليس كلها هي حرب زي حرب فكر الشهوات الجسدية عشان كده لما بيقول في قفاس الستة محراباتنا ليست جسدية مش موضوع أفكار وشهوات جسدية بنقع فيها آه دي جزء من الاستراتيجية بس الهدف القريب أو اللعبة القريبة الإبليس بيرخمني فيه لكن فيه هدف رئيسي أبعد دايماً إبليس عنده الهدف الأبعد عشان نفهم مثلاً المثل ده لو رجعنا لسفر التكوين أول صراع وأول حرب لإبليس مع الإنسان الهدف القصير إن آدم وحوا يكلوا من الشجر ده مش الهدف الرئيسي لكن الهدف الرئيسي البعيد إنه يخلق جوه الإنسان حالة تمرد وعسيان أو بيسميها الكتاب المقدس التعدي فالخطية هي التعدي التعدي معناها إعلان العسيان والتمرد ضد الله وإنه شجرة المعرفة الخير والشر اللي كان منها إيه المعنى برضو عشان نفهم الكتاب المقدس بتكلم إيه ما بتكلمش إيه شجرة عادية مفهاش سحر لما هيكلها هيتحول إلى شخص شرير أو لو كان من شجرة الحياة هيتحول إلى شخص قديس الفكرة كلها في المسمى بتاع شجرة معرفة الخير والشر معناها إنه أنا اللي أقرر ما هو خيري وما هو شري إيه اللي ينفعني إيه اللي ما ينفعنيش بمعذر عن الله بيسميهم الكتديس يهوزة المنعزلون بأنفسهم الكتديس بورسيون متجنبون عن حياة الله هنا اللعبة الأساسية أو الهدف البعيد إنه يخليني أتجنب عن حياة الله أنا اللي أقرر عشان كده يمكن الكتاب كان واضح في الحتة دي قال ويلون للقائلين ويل هنا مش معناها كلمة شريرة ويل هنا يعني بتتكلم على نوع من التصعب لدى الله يعني الله يعني ما كانش نفسه الإنسان كده ويلون للقائلين للخير شرا وللشر خيرا دي الحالة النهائية اللي إبليس عاوز يعمل خلق نوع من التمرد من خلال تجنيب الإنسان لله ياخد الإنسان كده في معذر على الله فيعمل إيه الإنسان؟ يبتدي يقول أصنع لنفسي اسم زي أيام الطفان وبعد ما جي الطفان نفس أيام بابل بعد كده كانت نفس الفكرة نصنع لأنفسنا اسم فنصنع لأنفسنا اسم هنا هي خلق حالة من التمرد أنا الله ولسته في احتياج إلى الله وده اللي قاله يمكن بعد كده كارل ماركس قال إن إنكار الله هو تأجيد تأكيد لوجودي الصراع الإبليس الهدف البعيد لحرب إبليس هو خلق حالة خلق حالة التمرد يصنع بشرية متمردة ضد الله يقولون لله في سفر أيوب لصحة 34 يقولوا كده يقولون لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر